استقبلت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة وفدا من الخبراء بمنظمة الصحة العالمية ممثلين عن الفريق المشترك للأمم المتحدة والوكالات التابعة نعم يأتي هذا اللقاء لمتابعة العمل على توصيات دراسة جدوى الاستثمار في الوقاية والسيطرة على الأمراض غير السارية وعوامر الاختطار المرتبطة بها وفي مستهل اللقاء رحبت سعادة الوزيرة بوفد منظمة الصحة العالمية مشيدة بمستوى التعاون المتواصل القائن بين وزارة الصحة بمملكة البحرين ومنظمة الصحة العالمية والذي يهدف إلى تقديم الدعم الاستراتيجي والتقني اللازم في القطاع الصحي وأكدت الوزيرة الصالح أن وزارة الصحة تثمن الدعم المستمر من منظمة الصحة العالمية في كل ما تتبنى من جهود وخدمات وإجراءات في المجالات الصحية سعيا نحو تحقيق الأهداف المشتركة المنشودة ومتابعة تنفيذ المشاريع مع منظمة الصحة العالمية بما يسهم في تطوير الرؤية المستقبلية بما يتوافق والأهداف والغايات التي تتبناها المنظمة كما أشاد الوفد الزائر بمستوى كفاءة الطواقم الصحية الوطنية وأكد على أهمية توثيق تجربة مملكة البحرين المتميزة حول الأمراض السارية والتي من الممكن الاستفادة منها على المستويين الإقليمي والعالمي